أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبرسة الكويت منخفضاً بنسبة 0.43% عند مستوى 7582 نقطة تدولات بلغت قيمتها الإجمالية 49 مليون دينار واجأة سهم شركة الاستثمارات الوطنية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 0.87% لغلق عند 0.23 دينار أيضاً تلاسهم عقارات الكويت بنسبة 0.63% عند 0.16 دينار أيضاً تلاسهم شركة شمال الذور الأولى للطاقة والمياه بنسبة 0.52% لغلق عند 0.19 دينار بينما تصدر سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 2.88% عند 0.74 دينار ترجمة نانسي قنقر